مهدي الباصل الآن يبحث عن مروان سعدان نايف كورا أماميا تسديدا كانت خطير هذه المحاولة نبيل بها تسديدا كانت خطيرة ولكن جانبا كورا أماميا وتعود مهدي خالس مروان سعدان ولكن خارج التماس نسل تابع الآن كورا أماميا وضربة خطأ ضربة خطأ الآن نشاهدوا الآن مروان سعدان فضل استداما الأخير إذن دقيقة واحدة تفصيلنا عن نهاية هذه المواجهة دائما التعادل السربي سفر لمدل ما بين الطرفين قابلة تميزة بندرة الفرصة حقيقية للتسجيل حمدين عشر الآن كيرفع كورا خطيرة دي المحاولة لكن الحكم كي اعتبر بأنه كان هناك إذا الورقة الصفراء لجاني حلحول عقب هذا التدخل الأخير شاهدوا الآن هذه المحاولة إذن مهدي خلاص آخر اللحظات إذن الحكم بعد اللحظات كورا أمامي ولكن أربع دقائق وقت بدل ضعع يبدو بأنه العد العكسي لنهاية هذه المواجهة في وقتها البدل الضعق قد انتهى وبالثاني يبدو بأنه النتيجة ستسير نحو البيعاد بالسدنة إحدى المفاجآت التي يمكن أن تكون مفاجآة ومباغتة إذن سنتابع الآن آخر اللحظات والمحاولات من جانب نهضة بركان حمد العشير كورا أمامي ليوسف القناوي فريق الفاتح حربطي سيحاول الآن لعب كل الأوراق لحواصلي يهيئ الكرة الآن للمهدي خلاس مهدي خلاس وتعود خارج التماس التماس إذن سنتابع كورا أمامي فخات وسط الميدان ضربة خطأ إذن أقل من دقيقتين على نهاية هذه المواجهة مروان سعدان الآن لأيوب سكوما أيوب سكوما نحن الآن في الوقت البدل الضائع لمروان سعدان يهيئ الكرة للمهدي بسر لأسمندو محاولة وركنية وركنية الآن سنتابع مراد باتنا الآن كورا عالية وخروج الحار إسلام حمدي إذن دقيقة ونصف على نهاية هذه المواجهة دائما التعادل السلبية يبدو بأن الطرفين سيرتضيان بالتعادل كحل وكنتيجة نهائية لهذه المباراة بعد أن فشل في تحقيق أي هدف لا سواء فريق الفتحة البطي ولا فريق نادة بركان فريق الفتحة لم يستفد بشكل كبير من طرد اللاعب لحسن أخميس إذن سنعيش آخر محاولة آخر محاولة وضربة ثابتة ستكون بعد لحظات من جانب لعبي فريق الفتحة ربطي سعود كل للاعبي فريق الفتح مهدي خالص كذلك سيصعد سنتبع كورة أمامي نايف أكريد محاولة وفادل أثناء الحكم السيد تيازي ينهي هاد المباراة بالتعادل السربي لا غالب ولا مغلوب مشاهد الكرام أشكر زملائي في وحدة زمينا الهرشري السادسة وزميلي يسين لوزا في الإخراج الفني وعبت صمد وشابك كان معكم وحيكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة